ترأس معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية اجتماع المجلس الوزرية التكميلي للدورة الحادية والأربعين بعد المئة التحضيرية للدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بالمنامة وخلال هذا الاجتماع استكمل أصحاب المعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استكملوا دراسة القرارات والتوصيات المرفوعة من اللجان الوزارية المختصة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله ورعاهم والمتعلقة بتعزيز وتطوير العمل المشترك في كافة المجالات إلى جانب بحث آخر التطورات والمستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية ومدى تأثيرها على المنطقة هذا وكان أصحاب المعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد وصلوا إلى مملكة البحرين حيث كان في مقدمة مستقبليهم معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية ومعالي الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون وأصحاب السعادة رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية لدول المجلس المعتمدة لدى مملكة البحرين